حسن اللي حصل في الكويت في هذه الفترة في سبوعين تقريبا أو من بداية ديسمبر يعني من 6 ديسمبر حتى الآن يعتبر عشر سنوات في كرة القدم الكويتية شو اللي صار ليش نحسبها بهذه الحسبة لأنه صار فيها حراك سريع تعاون اتحاد فيه أشخاص أعلنوا يعني تنازلهم عن أمور كثيرة كان في هناك توجهات كان في هناك يعني بعض الناس يقودهم شخص وبعض الناس يقودهم شخص آخر الآن تشعر بأن الكفة غير متوازية كفة الأشخاص الذين يردون التطوير ويردون أن كرة الكويت تعود أعلى وصلوا إلى نسبة 80 إلى 90% هذا الجانب جانب آخر الكرة الكويتية كسبة ثقة الشارع الخليجي المحلي أصبح للاتحاد الكويتي واجهة أنفنتينو يأتيهم الرئيس الاتحاد الدولي يأتيهم إلى الكويت يعلن رفع الحظر عن الرياضة الكويتية مكتسبات كبيرة الآن في مرحلة خطيرة جدا هذه نشوة وفرحة كأس الخليج لابد أن لا تغيب عن صناع القرار في الكويت لأنها البطولة ستمتهي على خير وبكل نجاح هي نجحت قبل أن تبدأ هذا نتفق عليه لكن في مرحلة ما بعد كأس الخليج ربما تحدث أحداث متسارعة أيضا ضد ربما تحدث أشياء غير 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 ما ينتظرونها ربما تظهر شكاوي أحداث عكسية تقصد طبعا هذه متوقعة ربما يذهب بعض الأشخاص يعني التقليل من البطولة أعداء النجاح أعداء النجاح والتقليل من هي موجودة الآن أنا حتى اليوم كنت معا 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 الوزير اليوم في 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 اللي قال العميد جاس ما شرحت للنصة ووجهة نظري في هذا الجانب لأن هذا لازم أنت من الحنكة الإدارية ومن النجاح في الإدارة أنت انتظر بردة فعل ما بعد النجاح لأن ردة فعل ما بعد النجاح ربما تكون قوية هي نسبة ضعيفة صحيح صحيح هي مستبعدة نوعا ما صحيح لكن لا بد أنك تكتبون يعني أنت تتوجه رسالة الآن للمجتمع الكويتي يجب أن يتنبهوا طبعا لأعداء النجاح الذين سيقللون من تنظيم ونجاح تنظيم البطولة بعد نهاية خليج 23 هو أثران البطولة هو أثران البطولة أثران البطولة أثران خلى يكمل فكرته أسمع تصريح أمس مرزوق قال أنه بعد نهاية البطولة بنكشف معنا أنت فيه فيه أحداث راح راح تحدث بعد بطولة الخليج تنتظر الكورة الكويتية أنا أنادي الشعب الكويتي الصحفيين الإعلامين أن يتحدوا لأن تعود لأن أنت لما تقول حضر الرياضة معناته قتل لمتعة شعوب قتل لربة شعوب من لا يرضى بأن تعود كورة الكويت هو لا يرضى الخير لأهل الكويت لأن الكورة والرياضة هو ما تنفس رسالة صحيح أشياء ثقافية اجتماعية يرسلها الكويت أنا نحن دخلنا في الكويت فيه مباني الرياضية فيه مباني أولمبية فيه أشياء مميزة جدا لابد أنها تخدم الشارع الكويت لأنه اللي يهم اللي يحوش الكويت على دولة أهل الكويت يحوش أنه نحن نحن ضمن أنا اليوم في لقائي لابد الفترة القادمة الأمية يوم مع بعد كاس الخليج لابد أن يكون لها استراتيجية مختلفة تماماً عن الأمية يوم قبل رفع الإيقاف كان عمل كبير ربما يوم الأفتتاح الأشخاص اللي عملوا على رفع الإيقاف من الكورة الكويتية نسوا هذا التعب أنا أقول لهم الأمية يوم اللي بعدها لابد أن الجهد يكون مضاعف ليش؟ لأنه محتاجين قرارات محتاجين هيئة التحكيم محتاجين تحويله إلى دوري محترفين محتاجين صقفة طموح للشارع الرياضي المحب للكورة الكويتية تطور كبر لابد أن تأتي قرارات في نفس الجارب وعن نفس السياق حتى نختصر الزمن لأن الكويت في هذه الثلاث سنوات الثلاث سنوات الدول الثانية تطورت عملت الكويت وبقت في قالب واحد أو في لفل واحد الآن الكويت لابد أن تعمل في شهر عن سنة عن يوم عن شهر جميل بهذه الطريقة أنا أشوف أن الكورة الكويتية محتاجة عمل كبير